أهلا بحضراتكم مرة تانية هيمكن في الأيام القليلة اللي فاتت بينما نسمع مصطلح كده لمرض موجود وحمة دنك اسم يتردد بقاله فترة زي ما قلت لحضراتكم ولما قرينا وبحثنا وفتشنا عنها اتضح انها حمة بتنتشر فيه فصل الصيف وموجودة من زمان ومنتشرة فيه المناطق الاستوائية الحارة طيب ايه اللي خلاها تظهر هنا في مصر ايه أعراض الحمة دي موجودة من امتى ازاي نقدر نتعرف عليها هل ليها علاج يقدر يخلصنا منها بصورة سريعة ولا لأ دي اسئلة كتير جدا يا مصطفى محتاجين نعرفها بالتأكيد زي ما انت قلت وفعلا تساؤل بيدور حول هذه الحمة وتوقيت عودتها وظهورها في مصر وهل ليه علاقة بالتغيورات المناقية هل ليه علاقة بان المناخ ممكن بقى اكثر حرارة في مصر فظهرت باعتبرها حمة اشتوائية ولا لأ ايه طبيعة هذا الفيروس ولماذا عادل انتشار رغم ان هو يعني معروف وموجود في كتب الطب لكن لم يظهر على الارض بشكل حقيقي معنا في السيديو النهاردة دكتور محمد احمد احمد استاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث اللي بنور النهاردة في السيديو صباح الخير يا مصر اللي جاب على كل هذه التساؤلات اهلا بارك دكتور اهلا بسهلا فانا اهلا بحضرتك صباح الخير رحضيك يا دكتور صباح لنهولك واحنا منتكلم عن حمى الظن خلينا نعرف من حضرتك كده في البداية ونعرف السيدة المشاهدين تاريخ هذه الحمى ظهر امتى كم موجود فين يعني ناخد نبذة سريع عن هذه الحمى هو بسم الله الحمد الرحيم هو مهم نعرف ان من ساعة ما ظهرت الكورونا وهي عاملة نقم حسية كبير في يمكن في العالم كله احنا عندنا الفيروسات في فيروسات ظهرت زمان وبتظهر في فترات متعقبة ده نوع من الفيروسات في فيروسات تانية جديدة بتظهر كل سنتين مثلا او ثلاث سنين يظهر لنا فيروس جديد وعندنا شواهد كتير للكلام ده من اول بظهر السارس واحد وبعد كده الميرس كورونا متلازمة الشرق الاوسط التنفسية وبعد كده الكورونا عندنا نوع تاني من الفيروسات بدأ يغير مصاره يغير مصاره بمعنى ايه بدأ المكان مثلا بيسيب نوع من الحيوان بقى يسيب كمان الانسان زي ال H5 Influenza الطيور H5N1 حمى الدنك دي من الفيروسات اللي ظهر الزمان قوي وبيتقرر ظهورها كل فترة يعني افتكر اول تفشي للحمى الدنك كانت 1700 تسعة وتمانين تقريبا فين؟ في مصر وبعدها بحوالي 72 سنة ظهر تاني وباء في مصر وبعدها كان ظهر وباءين وبعدها في 2015 حصل تفشي جديد في ضيعوت في أسيوت واليومين اللي فاتوا دول برضو ظهر تفشي للفيروس حمى الدنك حمى الدنك ده ده مرض فيروسي بيتنقل عن طريق نوع من البعوض بيبقى حامل للفيروس مجرد انه هو يعد الانسان بيفضل لعب بتاعه اللي هو حامل للفيروس في الانسان وبيبتدي في خلال الأسبوع كده يبتدي فترة الحضارة يعني يبتدي ظهور الأعراض الأعراض بتبتدي بحمى زي كل الإصابات الفيروسية وبعد كده ألام وأوجاع في العضلات وفي العزام المرض ده ممكن يجي في شكلين شكل متوسط وده ممكن خلال الأسبوعين تلقى لسبع أسابيع كده بيقف وممكن يجي بشكل حاد واللي قطن تجعانه نسبة وفيات بس النسبة مش كبيرة وممكن يجي بشكل يعني ما نحسش به ولا ولا ندرك إيه اللي حصل طبعا في مناطق كتير في العالم هي اللي معرضة للإصابة بالفيروس ده أو يتواجد فيها أنواع البعود المسؤولة عن نقل الفيروس أو في نوع معين البعود ولا البعود هنا بينقل أو بيتكسر جواه فيروس معين لأنه ما اعتقدش أن البعود يعني بينتقل من المناطق للسؤال حرة لصعيد مصر وربما ونفس البعود اللي عندنا اللي هو النموس أصدق بالزبط بالبلد يعني النموسة بالزبط طيب هي النموسة دي انتقلت من الأجوال الاستوائية إلى صعيد مصر ولا الفيروس ظهر في صعيد مصر فانتقل يعني فاستطاعت أنها تنقله من جلد إلى جلد أو من من شخص إلى شخص زي ما قلنا الفيروس ده لازم تنقل عن طريق الدم وعشان كده ما بينتشرش بسهولة بين الناس وبعضيها الناس المصابة ما تنقلوش لناس غير مصابة إنما عدة البعودة اللي هي حملة للفيروس هي دي اللي بتنقل البرد نوع البعود اللي هو إيجيبتس هو نوعين من البعود موجودين في مصر هم موجودين في تقريبا نص سكان العالم عندهم نفس البعودة دي ممكن تنقلو عن طريق واحد مصاب مجرد أن هتعده وتاخد منه دم ههي كده بقت حمل الفيروس بالزبط ماشي البعود ده أو الناس المصابة دي اتصربت ازاي لمصر هل البعود ده جاي لنا مثلا يعني في منطقة المملكة العربية السعودية جده والجنوب ناحية اليمن كده منتشر الدينجي اللي هو الفيروس ده منتشر انشار كبير فهل ده عشان موجود نوع بعودة معيني دكتور نوع البعود ده موجود جنوب اسيا وفي امريكا وامريكا الجنوبية وفي افريقيا فنص سكان العالم معرضين للاصابة بالفيروس ولكن يعني سنويا حوالي ميت مليون وواحد بيتصابوا بالمرض ويظهر عليها اعراض ونسبة ترافيات اعتقد قليلة جدا متوصل لربائمئة الف الحاجات دي موجودة من زمان بس هو كل الفكرة ان الكورونا فتحت عينينا لحاجات كتير قوي بس فتحت عينينا لحاجة افضل يعني ان لازم يبقى فيه عندنا خط التأهب للوبائيات دي لان خلاص احنا كل فترة سيارة كده هجلنا يجلنا وباء او هجلنا فيروس جديد زي ما هيجي العالم كله يعني مش احنا بس فضروري يبقى فيه عملية تقصي ومسح عشان اقدر اعمل النظار مبكر لوبائيات ماينفعش زي ما حصل مثلا في الفانزة طيور اصحى الصبح يوم 17 فبراير 2006 ألقيت 19 محافظة من تصابة بانفرانزة طيور طبعا ما حصلش في العالم حاجة زي كده فكانت السيطرة احتاجت مجهود كبير وقوة عشان اسيطر على الفيروس نفس القصة حصلت في الكورونا بس العالم كله كان مجدود ساعتها في في ديسمبر 2019 احنا يعني كنا قاعدين ساعة بساعة كده منتظرين اي معلومة عن الفيروس تيجي من الصين لانها قاعدت فترة كده عاملما الفيروس جلنا في مارس فمنتظرين اي معلومة عشان نبتدر يتحرك فضروري بعدنا خطة تأهب لوبائيات طيب دكتور زي ما حالك بتتكلم انه نوع البعود الناقل لهذا الفيروس او مسبب لهذه الحمى هو مش من نوع البعود الموجود او النموس اللي عندنا في مصر فيمكن مهم نتكلم ان هو تقريبا حصل هجرة لهذا النوع من البعود داخل داخل مصر سؤال برضو مهم مهم نتكلم في القضية الشاغلة للعالم كله دلوقتي وانتابع يعني احنا عايشين في اثار الحياة الالتفاع الرهيب في درجات الحرارة في العالم كله هل ده لي علاقة بتغير المناخ هل لي علاقة بفكرة التنوع البيولوجي او لا طبعا اكيد اختلافات درجات الحرارة هيبقى عامل في انتقال كائنات حية لميئة مختلفة صحيح فوجود درجة حرارة انه ممكن يعيش في درجة حرارة العالية يعني وفي الصيف بيبقى موجود بصورة اكبر أو أن النموس نفسه اللي عندنا يعني يصاب بنفس أو يعني نعم عندنا النموس اللي بينقل الفيروس موجود في مصر وموجود في أفريقيا زي ما موجود في نص الكل الأرضية ينقل الفيروس أعتقد برضو صحح لي حضرتك ينقل الفيروس غير مسبب للفيروس صح؟ ينقل الفيروس من حد مصاب بالزبط لكن هادك تقول أنه في نوع معين من البعود هو المتسابق اللي أكسبت أو ممكن الفيروس ده يعيش جوال حد بيتنقش فالنموس ده موجود في كل حتة حركة طبعا تغيرات المناخ بيتخلي ممكن يتجمع في مناطق هي البيئة مناسبة ليه من درجات حرارة لوجود مسطحات مائية لأنه هو بيحط البيض بتاعه في المسطحات مائية الرجدة فمن أهم حاجات المقاومة والسيطرة على الفيروس أنه سيطر على المسبب البعود نفسه سيطر على البعود يعني أمنع وجود البيض ده وتكسره وتكسر البعودة يعني أم المياه الرجدة دي أتخلص منها فيه أنواع من المبيدات للبعود أقدر أستخدمها فيه حاجات تطرد السبري كده يطرد النموس ويقدرش يجي يعد الشخص يعني إلى جانب طبعا فيه فاكسين أو لقاح يعني معبول هو يتوفق عليه في الولايات المتحدة بس هو مخصوص لحالة معينة أول حاجة لسن من 9 ل16 سنة تاني نقطة هو يفضل أنه هو يستخدمه اللي تصاب قبل كده بالدينجي بالفيروس لأن لقوا أنه هو اللي قاح ده لو اتاخد لحد ما تصابش قبل كده وجيت صاب فبتبقى الحالة حدة جدا وشديدة يعني اللي قاح لسه عليه ليه محاذير طب وحضرتك اللي انت قلت عليه اللي هو اللي ممكن تبقه على على درعاتك وعلى جسمك اللي موجود في كل إضاليات مسرقة مالذات ده كافي أنه هو يطرد النموس يمنعه أنه ييجي هو النموس مش مضطر ييجي المكان هو مش قابله يعني أو في حاجة طردة ليه عنده حيطة كتير بقى ما فيهش مشاكل يعني ده حل أسهل أو حل أسهل لمقاومة حمى الضنك لو ظهر على المستوى الفرد على المستوى الفردي آه على المستوى الفرد عنده شباكي يقدر يحط له سلك عنده سبري يقدر يلصه في الأرياف يعملوا نموسية ده على المستوى الفردي يقدر يعمل كده إنما على المستوى مجتمع ودولة ودولة لازم نقومه بشكل أكبر البنك والحاجات دي منها اي والرشو دكتور طيب وبردو خلينا عرف أستاذ المشاهدين عن الأدوية المتابعة أو بروتوكول العلاج لحومة دانكو يعني خاصة إنه كمان الأعراض متشابعة جدا مع كورونا يعني فكرة ارتفاع درجة الحرارة والتكسير في الجسم والصداع مع أي أصابة فيروسية صحيح طبعا لك التكسير في الجسم والصداع ومقينة ذلك هو بس حكاية العلاج هو ملوش علاج مباشر للفيروس يعني مفيش دواء مضاد للفيروس ده لحد دلوقتي ما تعملش إنما يعني أنا مش طبيب هقدر أكلمك كويس أو في العلاجات إنما ك دواء خاصة بالفيروس لا هو مش مفيش دواء خاصة بالفيروس لحد دلوقتي بس العالم كله شغال وعلى فكرة إحنا شغالين برضو في الاتجاه ده البحث عن أدوية جديدة للفيروسات والبرنامج ده من فترة شغالين في المركز دي نقطة مهمة جدا بقى آه طبعا يمكنني هيا دي نقطة الحضاركم بتتكلم عن فكرة الاستعداد لا لازم يقوم فيه خط التأهم خط التأهم لازم تشمل عملية رصد منظم البلد فيها مداخل معالهاش حراسة يعني يعني أبا نتكلم مع الطيور المهاجرة مفيش بوابة بيخشوا منها الطيور المهاجرة وفيها أمن وتفتيش وحاجة ليش حاجة صح يعني لا يعني طيور المهاجرة بتخش في مصارين في بصر وحملة حاجات كتير قوي من عالم كله طيور المهاجرة دي بيستخدموها في النقل الميكروبات من بلد لبلد آه عندنا آه نهر النيل نهر النيل برضو بيخش بدون أي حراسة يعني بيخش بيلف كتير وبيمر ويدخل بصر آه برضو ما بيستأزلش هو الأخطر من كل ده واللي قلقني فعلا آه سؤال جمان اللي قالته بالقصة تغيرات المناخية يعني نهر درجة الحرارة بتاعت البلد لما تعلى وتوصل لمعدلات قياسية آه غير كل كل صيف وكل صيف العالم يتقال عليه أنه هو الأكثر سخونة على الإطلاق في التاريخ أنا أنا متابع جدا القصة دي كل صيف يتقال كده فمعنى ذلك أن كل الأمراض اللي كانت بتظهر في المناطق الأستوائية مصر عرضة ليها لأن مصر أصبحت مناخ يعني مش مصر الوحدة يعني بس أنا بتكلم على الحالة المصرية بما أننا دي بلدنا تمام بس مش عايزين نبص لتغير المناخية لأنه عمل حاجة فجائية هي مش فجائية ولا حاجة إحنا من زمان وإحنا زغيرين وبيقولون طقس مصر صحيح حر جاف صيفا ده فيه موطر ما بقاش كده هو بالتدرج كده وصلنا للحد دلوقتي بالشكل اللي إحنا شايفينه في طغير المناخ بشكل عام مبسط لشأنه بسطها لسيدة المشاهدين يا فاندم أنه كل جو أو كل مناخ للأمراض المصاحبة ليه أو اللي بتقدر تستوطن فيه أو بتقدر تكون موجودة فيه إحنا درجة الحرارة ارتفعت عندنا فبالتالي معروف طبعا أنه مثلا درجة الحرارة في السعودية مرتفعة أكتر من عندنا فتزهرت الأمراض اللي ممكن تكون كانت موجودة هناك وهكذا عشان نبسطها أنت بجوي بحر بتطلع الساحل أو تطلع اسكدرية فتدور على المناخ اللي تقدر تبسط فيه أو تعيشي كويس هو نفس الكائنات كده التقس مش مناسب بقى تروح للمكان مناسب مش الكائنات بس ده الكائنات والفيروسات والبعوض وكل البيئة المصاحبة يعني فأكيد الكائنات الدقيقة دي بتتنقل برضه طبع أنتوا عندكم استعدادات في المركز القومي البحوث لأن التغيرات المناخية المصاحبة لمصر يمكن أن تنتج فيروسات لها علاقة بالبيئة الاستوائية أو أكثر بيئة أكثر حرارة أو أكثر برودة لأن احنا أعتقد أن تغيرات المناخ في مصر ممكن أن تنتج عنها أمراض أعتقد ده أمنة قومي طبي برضه شوه لا إحنا إحنا أدركنا القصة دي من بدري قوي إحنا يعني قدمنا مشروع ضخم لهيئة التنمية والابتكار تيكولوجي الست دي اف في الأكاديمية في وزارة التعليم العالي يعني مشروع تأهب مسكنا مداخل البلد المية من عند أسوان طيور البهاجرة في أماكن متنوعة بدأنا نبص على القوارد والزواحف اللي موجودة نبص على الباتس اللي هي الوطويت الوطوات الخفاش الخفاش ده بين الأمراض كتيرة بدأنا نحاول نرصد الفيروسات في كل الأباكت دي فأنا يعني هديك مثال زغير حضر ياك أنا لذلوقتي لو رصدت المية وده يمكن إحنا المكان الوحيد في الشرق الأوسط بيشتغل فيروس في مية لو لقيت مثلا فيروس زي الروتا فيروس بيعمل سهل عند الأطفال وعند الكبار لو لقيت الفيروس ده موجود في المية في أبو سمول مثلا كل محطات المية عندنا موجودة على نهر نيل فتخير حضرق لو قدت إنظار للمحطات دي كلها أجيلك وفيروس كذا هيزودوا الكلور هيزودوا الكونتاك تايم اللي هو فترة وجود المية مع الكلور ويتخلصوا بالفيروس بسهولة ده وفر أدري حضرق وفر علاجات ضخمة جدا ووفر عطلة جديرة ده إنظار المبكر الأنظار المبكر هو الهدف من خطة تأهم إنما متفاجئش بحاجة وتفادى حاجات بمكن تحصل أما أجي أرصد في التيور المهاجرة زي ما رصدنا فيروس اللي هو الـ H5 N8 Influenza رصدناه في التيور المهاجرة وبعد كده اتتعل للمزارة فطبعا الرصد المبكر أو الإنظار المبكر ده هيخلينا تفادى حاجات كتير قوي أو أخد استعدادات إحنا عاملين حاجة زي كده زي مشروع كبير كده ومتوفق عليه من S-T-D-F وشغالين فيه بتمويل حكومي يعني مصري أي فشغالين طيب إيه فانده بالقاليات اللي بتحتاجوها لنجاح هذا المشروع إحنا في المركز القامل عندنا مركز تميز علمي برضو ممول بالS-T-D-F المركز ده على مستوى علي جدا تقريبا كل مشروع رفعنا مستوى الأجهزة كمان عشان تناسب خطتنا في التأهب والرصد المبكر للوبائيات وفعلا وفقنا في ال S-T-F على الأجهزة دي وجي منها جزء وتبقي جاي في الطريق رفعت قدريتنا رفعة كبيرة جدا جدا إلى أقصى درجة يعني ونعتبر مركز على مستوى مصر مركز فريد وطبعا علاقاتنا الخارجية علاقات ضخمة مع دول كتير قوي أمريكا وفرنسا وألمانيا ودول كتير عندنا فريق بحسي يعني ويلتريند بتدرب قوي ويعرف يفكر عنده منهج علمي في التفكير جايد مش مجرد بينفز أو مش موظفين حكومة يعني ده ناس اللي عارفين ما عاد خروج ولا عارفين إنهم يجو الصفح يمشوا إمتى يعني هما نصبهم صحيح طيب إزاي قرأت تصريحات من نظمة الصحة العالمية اللي قالت فيها إن حمى الضنك إن موضوع مقلق في بعض بلدان العالم قرأتك لهذا التصريح الأممي عملا إزاي من نظمة الصحة العالمية دي أنا معافش بيطلع تصريحة جريبة شوية موضوع مقلق يعني إيه بيقول على طول المشكلة إيه طبعا ما ده فيروس وممكن يعمل وباء ينتشر فطبعا هيبقى بيط مقلق إن إيه الإضافة يعني إيه التحذير اللي إديه لنا يعني الجملة دي تعني أطلع منها بإيه ولا حاجة بتطلع منها إنه هو جراز إنظار أممي بتطلع منها إن هي بتقول يا وزارات الصحة في دول العالم وخصوصا دول العالم الثالث خلي بالكم بتطلع منها في إن هي بتقول يا جماعة مسببات هذا المرض خدوا بالكم منها يعني لا فيها كلام وبعدين أنا لما أقول على منظمة صحة العالمية ما بتقولش هي في النهاية هي المسؤولة في النهاية عن يعني هي اللي شايفة كل الأمراض اللي في العالم تمام منظمة صحة العالمية دي اللي في 2009 لما ظهر فرنزة أه إيش وان إن وان في المكسيك فدلت ترفع درجة الطوارئ لحد تقريبا درجة 6 كان العالم كلها يوقف وبعد كده اعتذرت وصلحت الخطة بتاعتها اللي رفع درجات الطوارئ النظام صحة العبية اللي هي في 2019 لما حصل وباء كورونا اتأخرت كثير قوي على بال ما عرفت إن الكورونا ده مرض جديد وخطير ومصدره إيه اللي مش عارفاه بحثت لجنة للصين وهان عشان تعرف مصدر الفيروس إيه وطلعه وقاله لأ مش مصدره وهان مش تسريب من المعمل ما تسربش الفيروس من معمل فوق وهان وما ليه معرفناش حاجة معرفناش مصدره إيه طبعا إحنا عندنا علامة استفام كبيرة على مصدر الفيروس وعرفنا مين المستفيد من القصة دي كلها منظمة الصحة ما عندهاش الجرأة أنها تقول حاجة زي كده ولا عندها جرأة تجاوب على السؤال سألته فمعلش يعني منظمة الصحة العلمية جاية تقول لنا دلوقتي بس يبقى دكتور برضو زي ما حضرتك دلوقتي مثلا أشرت إيه لنقطة أو علامة استفام فكرة أنها تأخرت في الحديث عن فيروس كورونا خلينا نقول أنه على الأقل بيكون زي ما مصطفى كان بيقوله حضرتك جرس إنذار خدوا بالكو وإحنا دورنا إحنا ما بناخدش بيش المفروض إن إحنا ناخد الكلام زي ما هو ونطبق ونرفع حالة الطوارئ أو حتى لنبالي خالص بهذه التصريحات إحنا دورنا زي ما حضرتك تحدثت نقوم بأبحاثنا نقوم بدورنا على أكمل وجه نعرف إيه اللي موجود مسببات هذا الفيروس وكل ما له من تفاصيل وكل ما هو متعلق به وإحنا كمان نبقى عارفين وعلى قدر كافي من العلم والمسئولية إن إحنا نحدد موقفنا فين من أين كان بقى الفيروس أو أين كان الأمراض اللي تتحدث عنها هذه المنظمة طبعا أنا بشكر المنظمة عفوا أنا بشكر حضرتك طبعا جزيلا شكر دكتور محمد أحمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحثنا وارتنا يا فاند شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا